السلام عليكم. النهاردة هنتكلم على درس جديد وهو الميديول. هتلاقينا ان احنا في المرحلة الخامسة من القرص بتاعنا. الميديول دوت هو عبارة عن ان انت مسلا ممكن يبقى معاك كزا برينامج بايسون. انت كتبتهم قبل كده. كل برينامج مسلا في مجموعة من الفونكشنز اللي بتحقق حاجات معينة. وانت عايز تدمجهم كلهم في برينامج بايسون واحد. اتنين فيكتورس. فيكتور اول مسلا في اكس وان اكس تو ابتو اكس نحسب ان بيتساوي المية ناقص الصم بتاع والي تو بيساوي مية ناقص الصم بتاعة القصة ديت. وان بتاعة بتاعة هيساوي الاسكوير روت لي وان مضروبة في ال اي تو. تدفع اول حاجة ايه? محتاجين علشان نعمل الاسكوير روت والصم بتاع الفكتور. فهنكتب ايه? امبورت ماس. وتاني حاجة عندنا هنعرف مسلا ديفاين لفونكشن هنسميها مسلا ايه? ايفال اف ايفاليويت مسلا. وبعد كنا القطتين هنعرف في جواهم في بريافوا في اتنين وفي تو. وبعد كده هنقول ان عندنا الارر الاولاني بيساوي مية ناقص دوت اف سام للفي وان. وبعد كده هنقول ان الاررر تو بيساوي مية ناقص دوت اف سام لفي تو Sag My هنعمل هتلاقيها شغالة هنبتدي ايه? نحط القيم مسلا هنحط مسلا الان بتسوي الاتنين تلاتة وعشرين تلاتة اربعة وتلاتين عشر احد عشر وهنحط الالتو مسلا دي الليست التانية او الو دي احداشر سبعة وعشرين تسعة وتلاتين اربعة عشر بعد كده هنكتب ايه اوت اكوال اف اي فال الان والتو ونعمل للاوت ونعمل فالمفروض هيدينا ايه قيمة مسلا احنا كانت اكدنا ان الفونكشن الاولين هي شغالة فدي كان به طيب تخيل كمان ان انا عندي مثلا جواها قيم انا عايز اخد اخد القيمة الدي وان والدي ودي اجمعهم على بعض واضربهم في تلاتة دي تانية تعال نشوف ازاي نعمل القصة دي بسرعة هنبتدي الاول ايه نعمل مسلا وبعدين هنبتدي نقول الفونكشن بتاعتنا مسلا علشان احنا هنجمع الدياجونال وهنقول الوحيد اللي عندي هو بعد كده هنقول ان الاس او مسلا بيساوي تلاتة في الام زيرو زيرو بعد كده ام وان وان بعد كده ام تو وتو هي دي معناها بعد كده احنا عايزين نعمل ايه للاس عشان نتأكد ان هي شغالة هنعمل ران وبعدين هنفترض ان عندي الماتريكس ديت ام بتساوي الماتريكس ديت مسلا فهنقول ان الواي بتساوي الاف عند اسام للماتريكس اللي انا ذكرتها ديت بعد كده نعمل للمين للواي نعمل ران فاللي نالد ادى النرقيمة ديت فالميديول هو ان انت ايه ان انت بتاخد الفونكشن مسلا بتاعتك الجهزة اللي هي بسيطة وبتجمعها كلها مسلا تحطها جوة معايز وبعد كده تستدعيها فازاي نعمل الكصة ديت دلوقتي تعال نعمل نعمل بعد كده هنسميها مسلا ايه نسميها ماي نعمل بعد كده هنقفل الصفحة دي خالص هنفتح نيو بايسون فايل هتلاقيه هنا اتسايفت بماي بايسون وان هنعمل امبورت ماي بايسون وان هنعمل ران فهتلاقيه ادى لك الارور دوت بس احنا مش عارفين ليه خلينا مسلا نكتب امبورت سيس دوس ران وبعد كده هنكتب ايه سيس دوت باس بعد كده هندوس ران فادي اللي متسايبة فيها البيسون فايلز فالبيسون فايل اللي احنا سايبنا دلوقتي مش موجود في واحد من الديريكتور ديت ازا موجود في اي واحد منهم هيقدر يقراه طب ازاي نحل المشكلة دي تعال نروحها الكمبيوتر بتاعنا مسلا هنكتب ايه هنكتب مسلا زيس بي سي هنخش في اي مكان يعجبك مسلا فانا هاجي هنا وهعمل نيو فولدر وهسميه مسلا ماي بايسون هنقفل البيسون اللي احنا كتبنا دوت وهنفتح الفايل اللي احنا سايبنا من شوية اللي هو ماي بايسون فايل وهنعمل فايل داونلود از بايسون فايل فنزله هنقول له كيب بعد كده هنشوف هو احطه فين هناخد الفايل دوت وهنحط في الفولدر اللي احنا ايه سايبنا من شوية فيه هنكون عندنا فولدر اللي هو اسمه ماي بايسون دوت هنحطه جواه الخطوة اللي بعديها هنيجي هنا هنكتب ايدت بعد كده environment هو طلعها لك هندوس عليها click هتليفة تحلينا الشاشة ديت هنروح الفولدر بتاعنا اللي هو بتاع البايسون هناخد الكلام دا كله ctrl c وهننزله هنعمل new هنكتب في ال variable name هنكتب مسلا بايسون باس وهنكتب هنا هنعمل ctrl c للفولدر اللي احنا اخدناه اللي كان فيه البايسون فايل هنقول اوكي هنقول اوكي صفحة النت كلها لازم تتقفل وكمان الاناكوندا لازم يتقفل وهنقول له quit ولياس بعد ما الشاشة كلها تقفلت هنيجي هنا نكتب اناكوندا ندوس enter نفتح تاني من جديد هنجي في صفحة النت بتاعتنا او هنعمل new python three وبعدين هنرجع تاني نكتب import الفونكشن بتاعتي كانت اسمها ماي او المديول بتاعنا الفولدر بتاعنا بايسون فايل كان اسمه ماي بايسون بي واي وان ازا كتبت import هتليماش هيطلع لك الغلط اللي احنا كنا عاملينه من شوية علشان نفتكر هنلاقي ان الايه ان البايسون بتاعي اللي فات او الملف اللي فات كان فيه الاتنين دولت واحدة اسمها واحدة اسمها فكان فيها اتنين فانكشن فهنعرف كان عندنا كان نكتب فيها اتنين كان كل فيكتور فيه اربع قيم فهنعرف عندنا ان مثلا الليست الاولينية فيها تلاتة وعشرين كومة اربعة وتلاتين كومة عشرة كومة احداشر مسلا وبعد كده بتساوي بعد الليست التانية مسلا نقول حداشر بعد كده كومة بعد كده سبعة وعشرين بعد كده مسلا آآ واحدة واربعين بعد كده مسلا سيرو وبعد كده هنقول اوت ده بتاع الفانكشن بتاعتنا احنا عشان نستدعي بقى الفانكشن اللي جوه الملف ده فاول حاجة لازم هنكتب اسم البايسون فايل بتاعنا فهنكتب ماي بي واي وان بعد كده دوت بعد كده اسم الفانكشن بتاعنا اللي هي كاسمها اه اه اي فال اي فال اي فال وهنكتب مسلا ال وان وي لتون فتقدر تساوي بقى جوه الملف دوت مسلا كتيرة وتستدعيهم بس بالايه بالامورت والامر البسيط ده ازا كتابنا بقى وقلنا فادي لك القيمة نفس القصة للفانكشن التاني تخيل مسلا ان عندي متريكس ام والماتريكس دي فيها تلات صفوف كل الصف الاولاني واحد سفر تلاتة والصف التاني مسلا خمسة ستة سبعة والصف التالي تسعة عشر احداشر فعلشان نستدعي الفانكشن بتاعتنا برضو هنكتب ايه مسلا واي بتساوي قلنا نكتب اسم الفانكشن بتاعتنا او اسم الفايل بتاعنا ماي بايسون فايل اللي هو ماي بايسون وان بعد كده بعد كده اسم الفانكشن التاني اللي احنا كنا عايزين نجمع فيها وندربه في تلاتة في اف بعد كده انتياج ونحط جوا الام ماتريكس وبعدين نعمل ايه برينت الواي زادوسنا ران فتلاقيه طلع علينا القيمة ديت وده كان درس بسيط ازاي نعمل مديول وازاي نستدعي فانكشن كتبينها في بايسون فايل ستانية علشان تسهل لنا عملية البرمجة بس ومع السلامة